هل الرباعي، الكابتن طهربوزيت ومحمود صالح وربيع ياسين وعلاق ميهود؟ هل هل أنتوا تظلمتوا بالقرار الذي تأخذ منكم في النادي الأهلي؟ أنا راجل لعبت على الأصابة فترة مش قليلة، لأنني مش طبعاً مش بامني على النادي الأهلي، لكن كنت إيه؟ لأ أنا عايزة من موجود، عايزة ألعب، حاس أن الفريق عايزني وأنا عايزة ألعب، فكنت أتمنى، كنت طبعاً لكن مفيش مشكلة خلال، الموضوع انتهى، كنت أتمنى أني يا جماعة هنجدد لك سنة، بس أنت مش موجود معانا أساس سنة، بس كده سنة تكريم، وفي الآخر أعمل ماتشا احتزالي، أنا دي بالنسبالي هي وجهة نظر أنا بس خلاص الموضوع انتهى وكل احترام للناس طبعاً، أنا كانت بالنسبالي دي قدمة التكريم، كنت تحطيني مثلاً في الخايمة، وإنك كانت تبقى موجودة علاء، بس الاتفاع يبقى أن أنت مش مش هتبقى موجود معانا بصفة علاء اللي كان بيلاق قبل كده عشان تقضي الموسم ده، وإن ممكن أن أملك ماتشا هتزال في نهاية الموسم، أنا بك أنا بنسبالي ده بأحسن تكريم، لكن اللي حصل حصل، ومن وقتها على فكرة أنت مصطفى، لكن الحمد لله من وقت القرار ده أنا معلقتش حتى بمجرد تعليق صغير، خالص، لا أنت بتعلق في بيتك هنا، لا يعني تعليق على الخبر وإن إزاي يعملوا معايا كده، لا خالص الموضوع انتهت، يعني أول، بص إجابة مصطفى، بعض الله سبحانه، أميل خلال لجميتنا، طبعاً، أنا مش بتكلم عشان فقود حضرك طبعاً، لكن اللي موجود في النادي الأهلي حتى لو يخرج، استعادة تكلم عن نادي الأهلي كلمة تسيل للنادي، في حاجتين دائماً، دائماً، الواحد ما يجيش جنبهم مهما كان الأمر، النادي الأهلي كيانه وجمهور النادي الأهلي، كيان النادي الأهلي أكبر من أي كيان، أنت ما هي بالضبط، يعني النادي الأهلي ككيان ممنوع تيجي جنبه، ممنوع، وممنوع تيجي جنب جماهيره، لا، أنا أحط النادي الأهلي ككيان، أحط النادي الأهلي العمل ومعنا إيه كهن يجوم، ووصلنا للأولية، ولولا النادي الأهلي، سعد ربنا سبحانه وتعالى، من غير النادي الاهلي ولا حاجة. معلش. بالزبط كده. من غير النادي الاهلي احنا. عشان كده ما بيعمل اي حاجة هو ببسط مصلح تبطر من الناس. يعني عشان كده بقول لحضرتك دايما. يعني هي كانت حمد الله حاجة تربيت عليها في النادي وتعودت عليها. دايما ما بتيجي تتكلم في اي حاجة لحد اللحظة بقاعد مع حضرتك فيها دي. حاجتين دايما جوية من وجه يتكلم ممنوع الاقتراب او كلام عليهم خالص حتى لو حد حوالي تتكلم معي. النادي الاهلي وجمير النادي الاهلي. انك انت من غير النادي الاهلي ولا حاجة. النادي الاهلي دايما فضله على كل الناس. دايما انا بقولها دايما بقولها في كل كلامي. نعم. النادي الاهلي فضله عليك انت. انت ما يكش فضله على النادي الاهلي. خالص. خالص يعني. فضل ربنا سم النادي الاهلي. بالزبط. يعني هو الشرف ان انت جوه النادي الاهلي. مش شرف النادي الاهلي انت حضرة ده وكنت موجود. طبعا. شرف لك ان انت. يعني الواحد احيانا على طول. الواحد بعد كل صدق الحمد لله بقول الحمد لله الواحد طلع الى نفس الوعب في نادي الاهلي. اه والله. اه والله. او بجد. يا نعمة. طبعا با احترام كل الانديه الموجود. اه طبعا. انما انا اللي تربيت في نادي الاهلي وشفته في النادي الاهلي. بص بص يا فتصفة. هو كل 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 واحد وكل العيب. بتشايف ناديه وبتكلم عن دي ده. ليه حرية. طبعا. طبعا. انا او انا وحاضرك قبل بتتكلم. احنا شايفين كده. انت. انت. نعمة ان انت جوه النادي الاهلي وشرف ليك. على فى قدام بقولها كده. شرف ان انت متل النادي ده. لان اي حد في الدنيا بيتمنى. يتمنى بس. يقضي سنة. انما انت بالنسبة لك كنت بتتمنى ان النادي الاهلي ممكن. كتكريم ادبي. خلاص على كده. حصل. ما حصلش. ما فيش زي. ما فيش. ما فيش ده غينا. بيش مشكلة. لا طبعا. الا النادي الاهلي. الكلام.